أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من الدعائم والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ناجح وفي نفس الوقت هو من الأسس التي دعا إليها الإسلام الإتقان في كل شيء الإتقان معناه الإحكام معناه التجويد معناه الإحسان معناه إعطاء الشيء حقه ومستحقه الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة للعبادة وعمارة الكون فقال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي عبادة يقوم بها الإنسان من صلاة صيام حج وضوء وغير ذلك أو أي عمل من الأعمال الدنيوية كالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك كل هذه الأعمال حتى تؤتي ثمرتها وحتى تكون أعمالا مقبولة نافعة لا بد أن تؤدى بإتقان لا بد أن تؤدى بإحكام لا بد أن تعطى حقها فالإتقان وسيلة من الوسائل التي بها ترتق المجتمعات والتي بها تصح العبادات وتقبل والتي بها تصح الأعمال الدنيوية وفي النهاية نصل في يوم القيامة إلى عبادات وأعمال مقبولة يثيبنا الله عز وجل عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أهمية الإتقان فبين الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وخلق الجبال كل ذلك بإتقان معجز وإحكام فقال الله عز وجل في أواخر سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون كل الأعمال التي نقوم بها في هذه الحياة من أعمال دينية أو أعمال دنيوية حتى تكون أعمالا مقبولة وحتى تؤتي ثمرتها لا بد أن تكون قائمة على الإتقان لا بد أن تعطى حقها لا بد أن تكون قائمة على التجويد والتحسين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يوجهنا إلى أهمية الإتقان وأن الله عز وجل لا يحب من العمل إلا إذا كان متقنا وأن العمل الذي يؤد بإهمال أو يؤد بتقصير أو لا يعطى حقه فإن الله عز وجل لا يحبه فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وبيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن العمل المتقن لا يضيع وأن ثوابه موجود فيقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا السنة النبوية تحكي لنا موقفا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجهنا جميعا إلى أهمية الإتقان وإلى أهمية أن نعطي الأشياء حقها وأن نؤدي العبادات وأن نؤدي الأعمال كاملة غير منقوصة بإحكام وتجويد وتحسين تقول الرواية في ذات مرة شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة من الجنازات شخص توفي فحضر النبي صلى الله عليه وسلم دفن هذا الشخص تقول الرواية فلما وصل إلى القبر ولم يمكن لها يعني ما زال القائمون على دفن الميت يقومون بغلق المكان وإحكامه قام النبي صلى الله عليه وسلم فسوى اللحد أو قال سووا لحد هذا ظن الصحابة وظن المشيعون أن تسوية اللحد وتسوية الأرض من السنن ظن الناس أن التسوية سنة فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم ووجه الأمة كلها إلى أهمية الإتقان وإلى أهمية تحسين الشيء وإلى أهمية تجويده فقال صلى الله عليه وسلم أما إن هذا يعني هذه التسوية لا تنفع الميت ولا تضره إن الذي ينفع الميت أو يضره عمله إن كان عملا صالحا نفعه ذلك وإن كان غير صالح ضره ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن هذا أي هذه التسوية لا تنفع الميت ولا تضره ولكن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يحسن إذن أيها المشاهدون الكرام إن الإتقان وسيلة من الوسائل التي بها تقبل الأعمال الإتقان وسيلة لتقدم الأمم وإن الإهمال والتقصير كل ذلك يكرهه الله عز وجل ولا يحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه مرد جميل وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته